رحلة لك الشيطان عضنا الآية قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوا السماة وعدة المتقين حلو الذين ينفقون في السراء وضراء وضراء وعدة المتقين الآن وصف المتقين أيوة الذين ينفقون في السراء وضراء و الكاظمين الغيذ والعافين عن الناس والله يحبوا المحسنين والذين إذا فعلوا فحشا فالواه يقوم بعذمين وعطف عطفوا بالواه أن الذين فعلوا فحشا ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا قال ابن عثيمين وقال ابن حميد في تلس الحرم الفجر الشيخ صاحب بن حميد الله يوفق ووفق كل شيخ وداعي وكل مسلم مسلمة قالوا هذا دليل أن المتقي قد يقع في شيء ذا أحمد عقباوي خالف الشراء لكن إيش و أزرفت الجنة المتقين غير بعيد هذا ما تعله كل أواب رجع وذاك إبليس الخبيث المخبث المجرم الذي طلع أبانا من الجنة نعوذ بالله نعوذ بالله منه عارف عارف شغلة الصراط عارفها إبليس عارف أن هذا الصراط مستقيم ومساعد فوقه أنا بقعد قال لا أقعد أن لهم إيش صراطك المستقيم شاهدت إبليس الخبيث عارف الدعوة يقول هالصراط لا أقعد لهم طيب ممتاز ليش أبو العزيح أن نتكلم في هذا الكلام هذا علشان يعرف كل واحد كل مسلم كل مؤمن أنه يعني كل إنسان معرض للتقصير كله بن آدم كله بن آدم خطاء وخير وخطأين التوابين نحن لا نتكلم عن شيء معجز لا أمر سهل صح صح لكن نستعين بالله نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى أهدين الصراط المستقيم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شفت كيف يعني ذكرت الآية فاستقيموا إليه إيش واستغفروا واستغفروا حلو الاستقامة سبحان الله عبدالعيز مقامات حلو يعني هذه من أجمل ما وجدتها مقامات حلو قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيش ولكن إيش سددوا وقاربوا والله يا عبدالعيز هذه من سبحان الله يعني كلام من أجمل الكلام كلام اللي بي صنع سلم الله مصلي أرض كيف معنا كلامei الله سبحانه وتعالى حلو قال ولكن سددوا إيش وقاربوا وقاربوا إيش معنا سددوا هنا إيش معنا سددوا إيش معنا سددوا إنت سألوا سددوا قال يعني حقيقة الاستقامة حلو حلو سددوا يعني إيش حقيقة الاستقامة السداد على الطريق المستقيم وقارب واللي ما قدر يسدد المقاربة وقارب قصر تستغفر لا تبعد بعيد عن ربك خلك قريب خلك عند الله قريب من الله سبحانه وتعالى فهذه هي المقاربة يا أبو عبد العزيز لذلك الآن يا أبو عبد العزيز من خلال الكلام للمشاهدين ومشاهدات هل تشعر أن الاستقامة صعبة ولا سهلة سهلة جدا يلا جاوب والدين كلها الاستقامة الدين هو الاستقامة لذلك الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم في صورة هود فاستقم كما أمرت بل في مستدر محمد عندما سئله وسلم قالوا شفت يا رسول الله قال شيبتني هود أي قال شيبتني هود وأخواته وفي رواية هذه الآية في هود هي الشيبته فاستقم كما أمرت لا كما رغبت أو كما اشتهيت أي نعم ليش لأن الدين حتى شفت يعني لذلك الله على عظمته وعزته وكبريائه عندما أراد عبادي يعبدوه ويوحدوه أراد منهم العبادة وقبول هذا الدين بالإكراه ولا أريد إكراه لا بدون إكراه بدون إكراه فقال سبحانه تعالى بعد آية الكرسي الله لا إله بعد الآية بعدها لا إكراه في الدين ليش لا إكراه في الدين لأن الله سبحانه على عظمته إذا يريد أن تعبده وتحبه وتأله لازم بالمحبة ما يبغى بالإكراه لا إكراه في الدين شفتر هذه الآية عظيمة يعني لو أي واحد